السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بنت لالنجية في هذا الفيديو ان شاء الله كيف تلقتوا مني هدي نطبق معكم هاد الموديل هادا قندورة او فوستان بطريقة جيد سهلة وما كيحتاجتو بزاف بالنسبة لي عندي جوج متر وعشرين سنتيم فقط وبنسبة هادو جوج متر وعشرين سنتيم تقريبا هي ستوندر يعني تلبس بزاف ديال النساء الا السامي ناس بزاف فكيحتاجو تقريبا جوج متر وربعين سنتيم مثلا كافية باش تفصلوا هاد الموديل طريقة جيد سهلة هنا هي قسمت العدد اللي عندي ديالتوب عندي جوج متر وعشرين سنتيم قسمت على اثنان وغدين بدو اه الدهر هو الاول هنا الطوية التوب على ادنان كيف كتشوفوا معي الحرفة ديالتوب او الحشية ديالتوب هي في الاعلى وفي الاسفل اما الكنتوب في خطوط مثلا الغي كما كان قولو او كتحتاجو التوب كتر اما الطريقة هدي ما كحتاجوش توب بزاف هنا عندكم جوج طرقي ما كتاخدو من العظم ديال الدهر مرورا بالكاتف حتى الطول اللي بغيتو ديال لكم او كتاخدوها الطريقة اللي نخدم بها هي سهلة وبالقواعد عندي الكتاف اربعين سنتيم هدي نقسمها الى اثنان سعطيني عشرين مقاس توندار يعني كتلبس الاكسر ديال النساء غادي تلبس من هاد الموديل هادا انا حطيت نصف عرض الكاتف تمانية سنتيم عرض الرقابة غادي نزل بقيتنان سنتيم في الخلف رقابة ديال الخلف وغادي نضيف دابا طول ديال لكم المرهوفي يعني الطول اللي بغيتو هنتو ما انا عادي نحطان عشرين سنتيم ممكن تستغلوا هذي التوب اللي بقى لكم كامل لكن هالطريقة كتجي احسن عشرين سنتيم كافية نصف عرض الكاتف زائي الطول ديال لكم اللي هو عشرين يعني المجموع هي اربعين سنتيم هنا غادي نحدد الحزام من الكاتف حتى الخط ديال الحزام غالبا ما كتكون اربعين سنتيم ثم دا نحط النقاط بهتشكل هنا ميلة الكاتف خمسة سنتيم سقطت الكاتف هنايا خمسة سنتيم وغادي نربط هذيك النقطة ديال خمسة سنتيم مباشرة مع النقطة ديال تمانية سنتيم الرقابة ونوصل هاد النقطة بخط الحزام موديل جيد ساهل لكن في اللبسة دياله ما شاء الله كيجي رائع ومن بعد غادي ندخل هنا باتنان سنتيم بشكرا نسمو حد تقويرة صغيرة دخلت هنا باتنان بشكرا نسمو حد القوس تقريبا بحالة شكل هذا طول زائد اربعة صنصيم طول هو اربعين صنصيم زائد اربعة صنصيم اعطتني اربعة وربعين كل واحدة سحط المقاس اللي بغاز كيف كيت لكم هادا ستوندر بالنسبة اللي غادي يبيعوه او لا اللي هتعلقوه في الماحل ديال او لا شي حاجة طاي ستوندر هادي بالنسبة للعرض آآ غادي نذكر لكم شحال تقريبا هنا باش يطلعوا لنا الجوانب مجيوش طايحين غادي نديروا واحد طريقة كنحطوه الصنصيم هنا في البداية ومكان بدون نحركوا الصنصيم وكنحطوه نقاط بهالطريقة صافي هنا اخترت العرض اللي بغيت بالنسبة لي اخترت العرض ستة وربعين سنتيم الموضيل فيه فتحة بيمكنكم تكتفيه غير اربعين سنتيم او ستو تلاتين كافية ولكن العرض كيبقى على حسب الطاي ديال السيدة ديال الزبونة اذا كانت عريضة يعني سيدة عريضة ممكنش نضيقوا لهال موديل في اسفل الموديلين ممكنش نضيقوا هناك نعود معكم تمانية سنتيم عرض الرقابة نصف عرض الرقابة نصف عرض الكاتف اشرين سنتيم والطول ديال لكم اشرين سنتيم حتى اوامية لكاتف خمسة سنتيم مربط هاد النقطة بخط الحزام صافي حيث في الاخرى يكون هنا ايا في واحد الحزام هنا دخلت باثنان ورسمتوا حتى القوس بهات الشكل هذا مباشرة وصلت هاداك القوس باسفل الموديل صافي بعد ما اقطعنا الموديل ديالنا كيف كتشوفو بهايا ندوزو القطعة ديال الامام توب متني على اتنان وهنايا غدي نخدمو من الجهة اللي مفتوحة كم ناخدو الضار نحطو فوق القطعة ديال الامام الموديل ساهل وبسط صافيك نحتفظو هنا واحد سنتيم ديال الخياطة في الجهة الامام اما بالنسبة للخلف الفتحة اللي هاد يتكون فيه قد نحسبو اربعين سنتيم لان فقاعدة نقص منها لغلي او لطي ديال اسفل الموديل زائد خياطة ديال الكاتف هنا حسبت عشرة سنتيم وهنا اربعين سنتيم بعد غدي نربطهم مع باضياتهم باش كون عندي واحد الفتحة في الجهة الامام هي هادي نحاول نقوصها بالتشكل التقطيع غدي نخلي احتل من بعد انا غدي نفصل غير الموديل اما الفتحة غني خليها من بعد وارجعو الهناية بنسبة للرقابة باش نخدمه كل ذي غني نشرح لكم الطريقة جيد جيد سهلة طريقة جديدة دي تشوفوها معي ان شاء الله هنح سبت المجموع كامل بها ديك اتنان سنتيم اللي نزلت بها في الخلف اربعة وعشرون ومن بعد غدي ندخل في الراقابة اتنان فاصلة خمسة بهالطريقة وكربطها مع هذيك النقطة اللي حدت اللي هي 24 سنتيم خدس معه 24 سنتيم اللي تنقص من بعد ما كتبقاش هذيك القيمة كاملة ان البندا كتكون فيها واحد الخياطة سوف نقطع هذي الزائد هذي البندا اللي هنخدمو بها لاحظوا مع هذيك الخياطة را هكا تطلع يعني كين قصة طول ديال الكل وكي بقى اختيارين يديروا قياس اللي ينسبكم صافين بعد ما فصلنا الموديل ديالنا هنا واحد سنتيم ضروري قيمة ديال الخياطة الجهة الامام هنا حصرت ما بين اسود والبيش يعني هذي لون هاده بنسبة الحزن وعندي واحد القطعة فكرت ان ينزين بها الموديل ديالي ممكن تزينوا باي يعني اي ضنطيل عندكم ولا شي شارية البية ولا ممكن تزينوا باحجار على حساب كل واحدة باشنو كتبغي تزين الموديل ديالها العرض ديال البندا 8 سنتيم اما الطول حاولو تخلو بزيادة شوية اقل الحاجة تكون 35 او 30 سنتيم نحتفظه واحد القيمة تبقى لنا في الفوق وشوية يبقى لنا في هاد الشياء هذي اقل الحاجة تكون 30 سنتيم 30 كتكون مطوية على ادنان كيف تشوفه معي في البندا هادي البندا ديالنا همطوية على ادنان ونحاول ندينها بهاد بدون طيل هادا بقالية من العبايات تقريبا فيه ما بين 51 هكذا تقريبا الى بقيت عقلة مهم ما فيه شبستف في 51 سنتيم اللي فيه هذا هو الشكل دياله ممكن اي شكل عندكم تسينه به ماشي ضروري يكون هذا ممكن سفيفة او على حساب طوق ديالكم بالنسبة للكول غدي نحضمه معكم باسهل طريقة يعني ولو تكوني مبتدئة غدي تخدميه طريقة جد سهلة نلاحظه معيارها صافي كيخ سنين سبت المحل ولكن هنحاول نزيد معكم شي شوية نتمنى فضلا وليس امرا انكم تشجعوني بلايك وندزوا هنا يلحزة هنا عادي نخدم باللي موجود عندي لان كتعرفوا مورا العيد كل شي بقي ساد وهذا النهار اللي كنصور فيها ها يوبل احد اني ما كيفتحوش المحلات اللي كيبيعو له وازيم الخياطة حاولت نخدم بذك شي اللي موجود عندي النسبة لي من توفرش عندها الشوشة ممكن تلوي الخياط القياس المناسب حتى تحصلوا القياس اللي بغيتون انتوما وصفي كتقطعو تشكلوا واحد الشوشة نسموهم الشوشة باش نزينو حيزة هنا عندي جوش قطعة اللون اسود هما اللي غادي نديرو محيزة نخيطهم باش يعطوني الطول اللي بغيت توب قطاري هذا اللون اسود كنت خدمت بيه واحد لعباية طول دي الفتحة اربعين سنتين وبالنسبة للعرض اللي غادي نقطعو عن عشرة سنتين بعد ينقطع هذا الجزء هذا فتحة بالنسبة للطول ديالها اختيار ممكن ما تخليش الفتحة لحسب كل واحدة وكيفش كان عجبها تلبس الموديل صفي هنا يندزو السورجي بنسبة لي انا كيف قدت لكم رهما كان قطعش في السورجي يعني كيف ما كتتفصل للقطعة او للبياسة كتبقى كما هي يعني ما كان قطعش في الموديل وهات الشي كي بقى لحسب المدة ديالكم في الخياطة يعني ماشي يعني استنين بشوي وشوي كيتعلم طف هنا يا غادي نخيط هات الحيزة مشي صبحان دي قطعة واحدة ونزينو بهات شوشة نخيط هات الجزء هو الاول نتبس هات شوشة اللي زينت بها كين بستفدي الاشكال موين معنا هاتي كانوا متوفر عندي في واحدة الموضة القديم وحيتو منو باش نخدمو معكم في الفيديو على ما يفتحوا اللي كي بيعوا لوازم الخياطة وناخده عندهم صاف يغلق هات الحيزة ونخلي واحدة الفتحة منين نقلبو نخلي واحدة الفتحة تقريبا عشرة سنتيم او الاحساب الرغبة اللي بغيتو انتوما الاحساب القياس اللي بغيتو بعد ما خيط قلبت الحيزة ونغلق هات الفتحة هاتي هنا كنزرب لان واحد الوقت متأخر بقيت هنا يفعل هات الفلاصة كل شي سد نحاول باش نمشي في حالي نسد المحل صافي هنا بنسبة الفيزلين نره ما كانش كفيت لكم كل شي ساد حاولت نخدم البنضة بدون فيزلين ولكن الاحسن نديروا لها الفيزلين هو هدا اولا الشاريط اللاصق يكون في لون اسود اولا ابيض بالنسبة لي انا يخدم لان ما بقاش عندي يخدم سبيه في العيد بالسف وما بقاش عندي هاد الفيزلين يعني نخدم بلا فيزلين طريقة جيد سهلة كنطوي هاد البنضة على اثنان بلا ما نقطعها هاد شكل هادا نطويها ونحدد المنتصف ديالها هاد طريقة ناجحة معاكم وكيجي لكل ما شاء الله كيجي اه منضبوط مية في المية كيجي مزيان وغادي نارت صافعة خمسة سنتيم نحددها صافي انا نخدم بها الطريقة نجي من هاد القنس هادا اولا هاد البداية ديال الحزام من هنا لهاد النقطة لهنا نحاول نرسمها ليكم بش تكون واضحة هنا اخواتي ما قدرش نكمل لانه مش هالي خصني نزد ما كان العمل اللي كان خدم فيه يعني البلاسة ما ما بقى في حتى شي واحد كيخصتي تطريت اني ننغلق المحل صافي باش ننبعد نكمل لكم الفيديو طريقة الخياط وتشوف حتى الشكل النهائي صافي من بعد ما خيط هاد المسلت رضي نحاول نقطعها كنحطف تقريبا بواحد سنتيم كانت منا يكون عجبكم الفيديو اخواتي وتسنو التاتي ما ديالفيديو وكان اعتذر لما كملت لكمش لانه اضطريت اني خصني ننغلق نسد المحل وصل واحد الوقت لهذا ما كملش وقلست ندير المونتاج لو حليم بعدها الفيديو يبدو به ولك الساعة نكمل لكم طريقة ديالخياطة كانت من يكون يجبكم فيديو بصحة وراحة تسنو التاتي ما ديالفيديو وموضي لات واخرى ليجي افترك ان شاء الله والسلام عليكم